واحد بيسأل سؤال برضو نحن ورسنا من آدم الطبيعة الفاسدة مدام الإنسان ورس الخطية أصبح له ميل طبيعي لها فهل هو غير مسؤول عنها؟ والبشر يستحقون العقوبة بسبب الخطية والسيد المسيح حمل الخطية وأخذ العقوبة فلماذا كانت العقوبة على البشر من الأول مدام لهم ميل طبيعي لها؟ يا صاحب السؤال الله لما خلق الإنسان عشان يتمجد بالإنسان الإنسان هو الكائن الطبيعي المختلف عن كل الخليقة في نوعين من الخليقة ربنا خلقها في العالم المادي خلق كائنات حية مادية اللي هو الحيوان والطيور والأسماك والزحفات دول كائنات مادية عايشين في عالم مادي ما حصلش بينهم مشكلة لأن المادي لما يعيش في عالم الماديات راضي بوضعه عمر أنا ما سمعنا مثلا أن الحمير عملت احتجاج على وضعها أو حب التغير من شكلها كل واحد راضي بالوضع اللي تخلق عليه ما فيش مشكلة لما نيجي نقول العالم بغير المنظور عالم نوراني وخلق فيهم الملايكة النورانية ولما يكون كائن نوراني ويعيش في العالم النوراني ما فيش مشكلة وحتى لما سقط إبليس وجنوده تحولوا إلى ظلمة ونزلوا في عالم الظلمة فلا في مشكلة بين الملايكة النورانيين والنور وبين الشياطين والظلمة وبين الحيوانات والطيور والزحفات أما الكائن الوحيد اللي فيه جزئية من فوق وجزئية من تحت ده الإنسان الجزئية المنتحت الجسد الترابي بنشارك فيه الحيوانات والجزئية المفوق النسمة بتاعت الله اللي هي الروح العاقل الناطق المتكلم اللي اتنين عايشين مع بعض لما ربنا حطوا الروح بجسد الإنسان عشان الروح تقوم مدرب للجسد عشان ينفطم من الأرض ويبتدي يعيش السماويات على الأرض وهنا ينقلوا ويبقى راح السماء وربنا قدر يعمل من المادة الترابية ويحولها إلى مادة نورانية ويصعد الإنسان ويبقى إبن لله دي البنوية العجيبة اللي حصل إن الروح لما جات سكنت في الجسد بدل ما الروح تدرب الجسد الجسد تدرب الروح وللأسف الإنسان سقط وبقت حياة الإنسان كلها مادية الروحانيات بالنسبة ليه مش مهمة قوي لكن أهم حاجة حياته أكله شربه بيته اهتماماته بجسده مين بيهتم بالروح زي ما بيهتم بالجسد أنت بتهتم بالجسد تزعين في المية وتهتم بالروح عشرة في المية يعني الجسد إزاي تأكله إزاي تشربه إزاي تحميه إزاي تهننه إزاي تريحه لكن الروح مش مهم مع أن الروح بتختزي على كلمة الله تختزي على حياة الصلاة تختزي على حياة التسبيح لما يبقى عندي وقت أبقى أعمل كده فهنا ده العمل الإنساني بالنسبة لإنسان ربنا لما يعمل حاجة ويقولك ليه عمل هكذا يبقى هنا ربنا بيخاف من الفاشة لا ربنا إله تحديات إله تحديات لازم تعرف كده ويتحدى ويتحدى بقدرته ومش بقوته الله لو يستخدم قوته عارف لو يستخدم قوته كان أباد العالم باللي فيه لأن العالم كله جميع زاغ وفسد وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد بس لما يبيد العالم هنا يبقى الشيطان انتصر بيقوله أنت عملت عالم وأنا بوزته لك لكن هو بيقوله زي ما أنت عايز بوز وأنا هحول البوزان لحياة يخرج من الآكل أكلا ويعطي من الجافي حلاوة يعطي من الجافي حلاوة يبقى دي الصورة اللي ربنا عايز يظهرها لينا عشان إحنا نكون كده الصورة اللي هي بيعملها فربنا هيتمجد وأنا دايما أقول أنت أيها الإنسان اللي بتختار بحريتك أن تمجد الله يفعادله يفرحمته وضربت مثل قبل كده قلت تفترض أن يكون كله 100 رجل و 6 يعني عدد البشر في العالم 100 طبعا ده افتراض المية دول 70 كسروا وصايا ربنا وبعدوا عنه وعاشوا حياتهم المادية و 30 لجأوا ربنا وعاشوا حياة الإيمان يبقى ربنا تمجد كم في المية؟ تقول لي 30 في المية أقول لك لا 100 في المية تقول لي إزاي 70 في المية اللي مش يبعيد سوف يتمجد فيهم عضل الله و 30 في المية هتتمجد فيهم رحمة الله وإنت تمجد ربنا يفعادله يفرحمته هادي اللي السبب لتنين ولما تيجي تقول لماذا عمل كذا وطبيعة فاسدة بشرية كذا ثم في حاجة هقولها لك في آية قالها المسيح يسوع عن التلاميذ قال إيه؟ قال له ألم أقول لكم أنتم ستدينوا أصباك إسرائيل الـ 12 يعني التلاميذ اللي هيدينه احنا هندين ملايكة طب إيه رأيك في الآية اللي بتقول الداينونة كلها أعطيت للمسيح يعني الله هو الديان طب ما لزي هو الديان وزي إحنا سنديين أصل الإنسان لما يقف قدام المحكمة قدامه طريق من اثنين الطريق الأولاني لما توجه ليه التهمة يقول ما حصلش ودي مش هتقدر تقولها قدام ربنا لما يقول لك أنت عملت كذا وكذا وكذا تقوله ما حصلش ليه؟ لما تقوله ما حصلش هيجبها لك بالصوت والصورة وانت بتفعله يبقى دي ما تنفحش يبقى هتلجأ للطريقة التانية تقوله حصل بس غصب عني ما انت خلقني بطبيعة فازدة بطبيعة سقطة هيقولك طيب أنا خلقت يوسف بنفس الطبيعة بتاعتك وتعرضت عليه الخطيئة فرافتها يبقى يوسف يدينك يقول للكهنة والفرسيين والوسائل كهنة يقوله أصل لما شفنا يسوع جاي من الناصرة قلنا مش هو وتلخبطت علينا طب مش شفتوا أعماله؟ آه بس إحنا عشان ناس مستنرين ما قدرناش نؤمن بيه هيجيب الصيادين دول 12 تلميذ ويقول لهم دول آمنوا بيه وتلمسوا معاه فيبقى إذن السيرة هي اللي تدين أنا دايماً بضربها بمثل يقرب لك يا صاحب السؤاد راجل باشا ساكن في أصر عنده ابنه وحيد في السنوية العامة في بواب ساكن في أوضة من داخل البوابة هو ومراته ابنه ابنه في السنوية العامة ابن الباشا بياخد دروس في كل حاجة وابن البواب بيذاكر على النور بتاع الشارع أو نور الصور بتاع العمارة أو الفيلا جات في الآخر السنة ابن الباشا سقط وابن البواب طلع من الأوائل فالباشا بيحاسب ابنه خلي بالك يا ابني أنا اديتك دروس في كل حاجة وتيجي في الآخر تسأت يقول له يا بابا اها ده العزر أنت بالعزر أيولا يا بابا الامتحانات كانت صعبة جدا قال له ابن البواب يدينك ما هو امتحن زيه زيه ادي معنى كلمة هنا الطبيعة الفاسد خلي بالك انت لما تيجي تقول طبيعة فاسد يقولك طبعا انا ما عرضتلك الطبيعة الالهية قلتلك اتوالد ولادة تانية قلتلك اقبل المسيح اقبل التقية الذي لا يعين فساده اقبل كلمة الله انت اللي رفض وعايش بالطبيعة الفاسد يبقى تتحاسب على الطبيعة الفاسد اللي انت قبلتها بقراتي اشتركوا في القناة